شهدت الساحة الإماراتية عبر تاريخها الطويل ولادت عدد من الأصوات الشعرية الشعبية التي تركت بصماتها على مسيرة الشعر الشعبي في الإمارات وقد جاء مهرجان الشارقة للشعر الشعبي للتأكيد على دور الشعر الشعبي في المجتمع الإماراتي وإبراس خصوصية المجتمع الإماراتي واكتشاف ما في الشعر الشعبي من معانن ودلالات وتوثيق وتجسيد المشهد الشعري الإماراتي والخليجي والعربي بما يتضمنه من ملامح وأجناس وأعلام وسيمات حول الاستعدادات للدورة الثالثة عشرة ولله الحمد من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي والذي سينطلق إن شاء الله غدا نرحب طبعا بالشاعر الكبير راشد شرار منسق عام مهرجان الشارقة للشعر الشعبي بسعود مساك الله بالخير أهلا يا أحمد الله يطول عمرك ببارك فيك أهلا يا أحمد 13 سنة بسعود ولله الحمد والمهرجان دائما كل سنة وأنا ما أقول الكلام في حضراتك ولكن المهرجان معروفه على مستوى العالم العربي وليس فقط على المستوى الخارجي الحمد لله دورة 13 مسعود هل من إضافات جديدة؟ طبعا هو شيء طبيعي أنه عندما يحالفك النجاح في دورة ما بالتأكيد تكون هناك مسؤولية أكبر صحيح لأن ما هو الجديد سيكون في العام القادم العام هذا إن شاء الله المهرجان بينتشر على مستوى إمارات الشارقة عفوا مناطق الشارقة ضواحي إمارة الشارقة ضواحي مدينة الشارقة نعم ومن ثم ننتقل إلى مدينة العين بمعنى أنها مدينة العين نعم جغرافيا طلعنا من الشارقة الشارقة العام الماضي طلعنا دبي سنة إن شاء الله في مدينة العين تمام وعندنا أيضا طموح أكبر السنوات القادمة أن يكون هذا المهرجان في أكثر من إمارة يعني في الشارقة وأيضا في إمارات أخرى مو فقط إمارة واحدة ناخذ أكثر من إمارة طيب أبو سعود يعني إنه يوصل للعين نعم ليش شو اللي تبغي لأن هناك في عندنا جمهور في العين ودائما يتواصلونه إينا اللي في مدينة العين واللي في بوظبي واللي في رأس الخيمة واللي في الفجيرة يقولون ليش ما يكون المهرجان ممتد إلى إماراتنا عندنا شعراء نعم وأيضا محبي للشعر الشعبي نعم وعندهم رغبة كبيرة في التواجد في هذا المهرجان أحيانا يستصعب عليهم قيادة سيارة أو التنقل من الفجيرة إلى إمارات الشارقة لهذا العام احنا أيضا وزعنا المهرجان على ضواحي الشارقة بمعنى أن احنا في الشارق عندنا في الافتتاح طبعا في قصر الثقافة نعم وعندنا أيضا في الجامعة القاسمية جامعة القاسمية نعم وأيضا عندنا في مركز الأسرة عندنا أيضا في يعني وزعناها عندنا في البطايح نعم عندنا في واد الحلو عندنا في خرفة كان جميل في هذا العام والجديد في هذا العام أحمد هو أن عدد الشعراء زاد عدد الشعراء من وين زاد في الدورة عندنا نحن 38 شعر من كم دولة؟ من عدد من الدول تقريبا أغلب الدول العربية مشاركة العربية العربية الخليجية بداية ومثلما العربية العربية نعم وعندنا أيضا الجديد في هذه الدورة هي جلسة نقدية بمعنى أن نضع قصائد المشاركين في المهرجان على الطاولة للنقد وتصليق الضوء على الجوانب الجميلة في هذه القصائد على أساس نوضح الصورة للمتلقي وللمجتمع على أن القصيدة الشعبية لا تكتب عبثا إلا أن إلها أهداف والأهداف موجودة في القصيدة ويجد على هذا النقد أن يوضحها يعني كانت إنه عبارة بيكون إن شاء الله عبارة إنه قراءات لكل القصائد هذه الموجودة مش أنك الواحد قال قصيد هي كل القصائد صعب ولكن يأخذ مجموعة مجموعة من القصائد نعم طيب هل من فعاليات مصاحبة للمهرجان هذا بسعود هل في فعاليات حقيقة مهرجان مزحوم يعني المهرجان عندنا إحنا أصبوحات أصبوحات عندنا أصبوحات وعندنا أمسيات وعندنا ندوات فعلا المهرجان مزحوم جدا لذلك حتى ضيوفنا ليوصلوا لنا بعد ما يخلص المهرجان نعطيهم يومين إقامة في البلد ل يعني تبضى ل يعني لأنه برنامج مزدحم ما بيوحيل حتى يصير مكان نعم ما فيه أيضا فعالياتنا هي شعر شعر ونقد وبحوث نقدمها هذه الفعاليات الأساسية في المهرجان طيب يعني الحين بسعود أنت شاعر قديم يمكن نحن الآن حتى لو نفتح على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف لك جلسات شعر يعني نتكلم عن أكثر من ثلاث أربع عقود من الزمان وإنت تدير هذه الجلسات الشعر وعندك مجموعة من الشعراء حد منهم الآن موجود وحد منهم توفاه الله نعم طيب أن يكون هناك مهرجان تكون هناك مظلة في إمارة الشارقة تحتوي عدد كبير من الشعراء من شرق الوطن العربي إلى غربه يعني إيش قد يأثر في الحركة الشعرية عموماً أبو سعود طبعاً هذا شيء صحي بالنسبة للساحة الشعرية ليست الإماراتية فقط ولكن الخليجية بشكل عام وأيضاً عربياً نعم يعني أحمد أنا ما أخفيك سراً أن الإتصالات التي توصلنا من العالم العربي ومن دول الخليج يعني إتصالات لا تحصى للجميع يطالب للمشاركة يمكن أن أحس الإقبال على المهرجان الشعر الشعبي بسعود أكثر من العربي أحس أنا ما أقلل من شيء الشعر العربي هو الأساس لأنه يعني لكن أنا أتكلم عن الشعر الشعبي الشعر الشعبي ليش منتشر أكثر لأنه لغة الشارع لغة البيت لغة العمل لذلك المجتمعات كلها تتكلم بعيداً عن الفصحة لذلك محبب الشعر الشعبي لدى العامة يعني صحيح في كل المجتمعات يفضلون نعم بسعودة سمحت لنشوف هذا التقرير الخاص بالدورات السابقة لمهرجان الشارقة للشعر الشعبي 12 دورة والسنة إن شاء الله بنشوف الدورة 13 خلونا نتابع على التقرير ورد إن شاء الله نكمل ويا الشعر عراشد شرار بسعود وكل الله لطالما كان التراث الثقافي للأمم منبعاً للإلهام ومصدراً حيوياً للإبداع ينهل منه فنانها وأدباؤها مفكرها وفلاسفتها لهذا ستشهد الإمارة الثقافية بعد أيام قليلة طلاقة الدورة الثالثة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر الشعبي الذي خط عبر دوراته أحد الملامح الثقافية والفكرية لدولة الإمارات مشكلاً منصة الالتقاء بين مبدعي الوطن العربي على اختلاف مشاربهم وراصداً وحافظاً لطاقاتهم الإبداعية المتميزة على مر الأزمان إن مهرجان الشارقة للشعر الشعبي الذي اعتاد أن يكون مظلة مميزة للشعر الشعبي في بداية كل عام جديد يشكل فرصة ثرية للقاء المبدعين وتناول القضايا المتعلقة بهذا النوع الأدبي الذي يشكل ذاكرة حية في الإمارات والخليج العربي خاصة والوطن العربي عامة بما تحتويه نصوصه من حنين للأرض وتعلق بالجذور والهوية كما يلعب دوراً كبيراً في إذكاء روح التنافس الإيجابي بين شعراء القصيدة النبطية على نحو يصب في تجويدها وتطويرها على مستوى الشكل والمضمون والخيال إضافة إلى الجانب الأدبي والنقدي الذي يوفر نصيباً من الدراسات التي توثق الشعر الشعبي بالكثير من المعلومات والملامح والتفاصيل والانطباعات في الشارجل الشعر أجمل مرافي تستقط بالإبداع من كل ديرة قلوبها لها وجوها دوم صافي منه لفاها شم أجمل عبيرة من حبها لها يصبح الجودة في شوق رواد المحبة أثيره يقودها شيخ أديب أو ثقافي كبير قلبه بس نفسه صغيرة مهرجان الشارقة للشعر الشعبي هو أحد أكبر المهرجانات العربية المتخصصة بمتابعة أنشطة الشعراء وإبداعاتهم على اعتبار أن تراث الأمم أحد أهم الركائز الأساسية في تكوين الهوية الثقافية للأجيال والبوتقة الفكرية التي يدور في فلكها أي مجتمع ثقافي حضاري حياكم الله من جيل متواصلين وإياكم أبو سعود سموه حاكم الشارقة صاحب سموه الشيخ دكتور طامر محمد القاسمي العام أو العام الأول في خلال استقباله للشعراء العرب قال أنا أبا يعني يكون هناك ألف بيت للشعر للشعر العربي وبدأت فعلا المسيرة وصار إلى الآن سبع بيوت للشعر العربي طيب والشعر الشعبي الشعر النبطي بو سعود العام الماضي أيضا هي في لقاء بالشعراء مشيه مشيه نفسه نعم صاحب سمو أمر بإنشاء روابط شعرية في الوطن العربي فهمني هذه بعض روابط الشعر الشعبي روابط الشعر الشعبي كيف رابطة 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 مثل رابطة الجماهير رابطة المشجعين رابطة في كل بلد تكون رابطة في كل بلد تكون رابطة للشعر الشعبي جميل تتبع لي تتبع لي دائرة الثقافة والإعلام بالشعر في الشعر مركز الشعر على الشعر الشعبي تمام وصحيح لم يعني يتحقق على الأرض الواقع للآن ولكن في مكالمة أخيرة مع صاحب السمو حقيقة هو مصرع على هذه الروابط وعطانا أمل أيضا قال لائب شروحنا ندرس الموضوع لأن ترعي بصورة جيدة على أساس أن يكون موازي لبيوت الشعر الشعر الفصيح نعم في الدول اللي ممكن أن نعمل فيها الروابط الشعرية تمام هل من شخصيات وأسماء معروفة هذا العام ستكرم على خشبة المسرح وبحضور سمو وحاكم الشارقة نعم الله يولي الصحة والعافية آمين يا رب طبعا أنا كل سنة في هذه الدورة رح نكرم ونوصل إلى 21 رائد ورائدة في الشعر 21 رائد ورائدة للشعر نعم في هذه الدورة ثلاثة وما سبق لساعة عشر قريبا اللي قبل 18 18 نعم نعم فـ 21 شخصية في هذا العام نكرم ثلاثة محمد بن هاشم الشريف محمد بن هاشم الشريف الشريف من وين وأيضا علي بن بخيت العميمي علي بن بخيت العميمي العميمي وأيضا الشاعر كالثم عبدالله من الإمارات كلهم أغلبهم طبعا نكرم شعراء الإمارات هذا أولا تكريم لهم على إبداعهم من قبل صاحب سمو الحاكم وأيضا تشجيع لهم المزيد من الكتابة وأيضا على أساس أنهم يحسون بأن لم يهملوا نعم لم يتركوا يركنوا على جانب وخلاص يعني أنتم قدمتم عندكم وخلاص نعم ما شكورين ما قصرتوا لا مبدأ صاحب السمو حاكم الشارقة هو أن نكرم الحي كما نكرم الميت صحيح قبل كان التكريم اللي توفاه الله اللي رحلوا نعم اللي رحلوا نعم وفي جلسة نقاشية حوارية طبعا وصلنا إلى خلاصة أن التكريم للشخص وهو عايش يشعر باللذة أفضل طبعا يحس بأنه هو كر في حياة صحيح فعلى هذا المنهج إن شاء الله مشينا وإلا الآن 21 شخصيا نكرم إن شاء الله والباقين آتين وأضمن الأخوة الشعراء اللي أعطوا الكثير في دولة الإمارات بشرهم أسماكم موجودة ورح يجيكم الدور والجميع رح يكرم على مستوى الدولة إن شاء الله الشعر النبطي أنا أحس يمكن يعني عامل مشترك كثير ما بين دول ملجس التعاون بطبيعة الحال ولكن تفاجأت في الدورات السابقة إن في دول عربية الشعر النبطي ما لها أقرب يعني قريب جدا من لكنتنا ومن لهجتنا بسعود نعم هو شوف لأنه الشعر الشعبي تنقل طبعا سيرت بني هلال اللي بتطلع عليه يعرف أنه تنقلت صحيح من أكثر من منطقة نعم وأين ما حلت تركت الشعر صحيح الشعر الشعبي موجود في صحراسينة موجود وقريب من لكنتنا وين نعم حتى في السودان في بادية الشام الشعر الشعبي موجود أيضا حتى اللبنانيين عندهم شعر شعبي مقفة وموزون صحيح و حقيقة يعني السودان أيضا في في أكثر من دولة عربية نعم فيها شعر شعبي طيب الحين هل في فرق لو قلنا الشعر عامي وشعر شعبي بوسعود هو في الواقع صاحب السمو والحاكم أدل بمعلومات جزلة في هذا الموضوع ونسب نبطي إلى مسامية تختلف تماما عن ما هو مطروح في الساحة والمعروف نعم ولكن أنا من يعني بخبرتي أقول العامي هو يسمى عامي أما هو الشعر الشعبي أيضا يسمى الشعبي الشعبي أنه يتكلم بلغة الشعب هو لغة الشعب اللي هي عادية نحن في الإمارات نتكلم لدينا مفردات تختلف عن مثلا اللي في السودان صحيح في المغرب نعم هم لهم مفردات وما الخاصة وإحنا مفرداتنا الخاصة لذلك يقولون هذا عامي لعامة المواطنين لعامة الشعب اللي هو لغة الشعب للشعب نعم والشعبي أيضا ينسب للشعب ولكن النبطي هو ينسب إلى في الواقع ما روم أدخل في هذا الملأ لأنه ما شاء الله تبارك الله صاحب السمو الحاكم كانت تكلم الله يسعى بشكل واسع ووصلنا إلى نبط هذا نبط ابن أحد الأنبياء السابقين أذكر نعم أذكر أذكر وكانت لمو مداخل على هذا الموضوع نعم تحدث مطولا في هذا الموضوع بالضبط وهذه معلومات قيمة بالنسبة لنا نعم بهذه المسميات تختلف ولكن المضمون واحد طيب يعني الآن المهرجان مهرجان الشارقة في دورتي الثلاثة عشر يمكن أنت أبو سعود تحاول قدر الإمكان في كل دورة أنك أنت تلم إمارات الدولة تحت هذه المظلة العام كنا نعم أن هذا حلم حلمي أنا الله يطوله عمري سلمني مركز شارقة للشعر الشعبي يعني شيء يعني بديهي أنا قدر لو أنت تريد تعطيني راتب أنت ممكن تصر بلاتب وأنا في بيتي ولكن أنا أبغي أقدم شيء أنا اليوم عايش باتر موجود الله وليس صحيح وليس صحيح ولذلك أنا أبغي بعدي أنا يأتي غيري يجد هذا موجود ويساهم في أيضا نشر أكثر نعم فأنا أبغي حلمي هو أن يكون مهرجان الشارقة للشعر الشعبي في الأعوام القادمة بدل أن يكون سبع أيام يكون عشر أيام ثلاثة أيام تخصصت لإمارة الشارقة أو أربع أيام لإمارة الشارقة وأيضا ناخذ إبداعاتهم ونحتفظ فيها عندنا صحيح لأن هم هذي لشعارها محتاجين أن ننلمهم نظبوط تحت مظلة فبتكون مظلة الرابطة الشعرية هي المظلة اللي يكفي أن أعلى الرابطة إمارة الشارقة إمارة الشارقة نعم السنة نحب أن نسير العين إن شاء الله إن شاء الله والعام كنا في دبي نعم وإنت تبغي القافلة هذه تمشي في كل دولة الإمارات إن شاء الله إن شاء الله وما دامنا نحن في ضل سلطان بن محمد ما شيء مستحيل ما بيقصر بن محمد لا لا ما بيقصر بن محمد لا لا ما في شيء مستحيل لأن طموحاتنا لا حدود لها نعم وبعدين أحمد أنا يمكن في المؤتمر الصحفي قلت كلمة على أننا نحن في الشارقة لا ننتظر المهرجان نحن ما ننتظر المهرجان مهرجان هذه تظاهرة شعرية شعبية لكن إحنا من نصبح الصبح وتشرق الشمس علينا نعم نستبشر الخير نقول هناك بفي بشاير جاية إن شاء الله يا رب كل ما تشرق الشمس نجد بادرة مبادرة بشارة الحمد لله في إمارة الشارقة حمد لله هذه نعمة من الله نعم إذن بتكون هناك أيضا أصبوحات يمكن أنا يلسى أكرر المعلومات اللي ذكرها بصعود للايضا المشاهدين بتكون إن شاء الله في أصبوحات نعم شوف أستاذي نعم بيكون في بتكون في أصبوحات بتكون في ندوات في أيضا أمسيات أمسيات وفي بحوث تقدم بحوث مقدم نعم أيضا يعني خروج المهرجان مثل ما قلت لك في ضواحي الشارقة يعني مثلا نحن أول مرة نسير للبطايح ولما عرفوا كل الأخوة في المناطق هناك فرحوا كنا في الديد الآن بنروح للبطايح ما هي كلها نفس المكان يعني أنت تتقرب لهم مبهم علشان نحن نرضي غرور الموجودين هناك على الأقل يقولون والله نعم بهم مقصروا يوني المكان صح أقول لك نحن نتقرب لهم مبهم نحن نيلهم نحن نيلهم 38 شاعر عندنا 8 نقاد وباحثين عندنا 12 إعلام يغطون هذا المهرجان تمام يعني الحمد لله زخم في هذا المهرجان كبير والجميع تصلنا الآن للهواتف والمكالمات والإيميلات على أساس أن ممكن تزيدون ممكن نشارك ممكن تمدون الأيام أكثر من 10 أيام بعد لا أحنا أسبوعا الحين لكن أقول لك الجميع يطالب بالتمديد أكثر بالتمديد تعرف لأن إمارة الشارجة مزدحمة ما شاء الله جدولها مزدحم جدا فبالكاد تحصل لك يوم مزيادة طيب هل مثلا من توقيع دواوين شعرية يديدة بسعود بتكون في هذا المهرجان أو من إعلان دواوين شعرية يديدة نعم نحن دائما في كل دورة يكون عندنا هناك نتائج يعني أو عندنا في شيء قدمه نعم يعني دواوين شعرية مؤلفات تخص الأدب الشعبي نعم طيب الآن المهرجان إن شاء الله بيكون بإذن الله يوم الأحد يوم الأحد أول شيء بيكون في الشارج بعدين بينتقل يبدأ من قصر الثقافة من قصر الثقافة متى بتسيرون العين العين إن شاء الله نحن نأوين أن ننسير يوم الأربعة الأربعة مبناوين هو البرنامج مجدوى اليوم الأربعة نعم لسبب لأن الخميس ما نقدر والجمع ما نقدر صدقك لأن ما حد موجود بالذات في جامعة العين نعم أو جامعة الإمارات في العين نعم ما في حد في الإجازة صحيح كل حد مروح بلاده القائمين على الجامعة قالوا أن أفضل يوم هو يكون يوم الأربعة صحيح نحن طبعا نتمنى لكم كل التوفيق يا أبو سعود ونحن أكيد وياك وقيادتك إن شاء الله في المهرجان إن شاء الله إن شاء الله نحن كلنا بقيادة صاحب السلطان نعم 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 لو أنا بعد أنا يتدون أوراق بدون شيء أنا اللي عندي قلت لا مرة مرة ما قصر وأيضا أوجه دعوة للمشاهدين أقول لهم أن الشعر الشعبي هو المتنفس صحيح الوحيد صحيح وهو الجسر اللي ممكن نعبر به من خلال الشعب إلى القيادة وأيضا ننقل يعني توجهات القيادة إلى الشعب نعم فتعالوا معنا نمشي على هذا الجسر ونوصل في أماكننا اللي إحنا نحلم بها ونبغيها إن شاء الله ببن الله الشعر الكبير راشد شرار مناسق عام نهرجان الشارق للشعر الشعبي شكرا 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 شكرا